موسيقى المتعلق بالخدمة العسكرية مضيفا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله وتم إبراز أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وانسجاما مع أحكام الفصل الثامن والثلاث من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد ويهدف إلى إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الدات مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضايا الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وأهدفه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتماذج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذي سيتم منتقاؤهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع ويروم المشروع أيضا فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الانتزام والمسؤولية واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره نيابيا كان هنا في المعارضة ترجمة نانسي قنقر